اشتركوا في القناة احدها بشأن رسمي خرائط شبكة توزيع الغاز تحت الأرض وتم استلام ثماني عطاءة لهذه المناقصة وتضمن جدول أعمال اللجنة فتح مناقصتين لوزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث تم فتح مناقصة مشروع الصرف الصحي في منطقة السهلة مجمع 441 المرحلة الأولى وتم استلام 19 عطاء لهذه المناقصة أما المناقصة الثانية فكانت تتعلق بشأن مقاولة أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء ونظام الري لنادي رشد الفروسية وسباق الخيل بمنطقة الصخير لمدة سنتين كما تم فتح مناقصة أخرى لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بشأن توريد حراس أمن لمبنى الهيئة وتم استلام خمسة عطاءة لهذه المناقصة بالإضافة إلى فتح مناقصة لهيئة الكهرباء والماء بشأن تزويد خدمة الصيانة والدعم الفني لأجهزة التخزين آي بي أم بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم ووحدات الصندوق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين لهذا الأسبوع 488.972 دينار بحريني في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونين وثلاثمائة وأربعة وعشرين ألف وثلاثين سهم أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ ستين صفقة مشاهدنا المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 11 مليون وستمائة وعشرين ألفا ومائة وواحدا وخمسين سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسون دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال ثلاثمائة وصفقتين تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم ثمان وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة في حين انخفضت أسعار أسهم ثلاثة عشرة شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الخدمات أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار وعلى مستوى الشركات جاءت شركة البحرين للاتصالات باتلكو في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني مجموعة GFH المالية والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخيجية والعالمية وقعت الهيئة العامة للاستثمار وشركة جيل رافا الكورية القبضة في مقر الهيئة في الرياض اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية في المملكة بقيمة 1.2 مليار ريال في مشروع يعد الأول من نوعه محلياً ليغطي مختلف مراحل تصنيع الأدوية البيولوجية بما في ذلك تصنيع المواد الأولية وسيوفر 300 فرصة عمل في مجال صناعة الأدوية وتضمنت الاتفاقية قيام الشركة ببناء منشأة لتصنيع 30 منتجاً من منتجات التقنية البيولوجية في المملكة إضافة إلى تصنيع خمسة منتجات ابتكارية أخرى خلال الأعوام الخمسة المقبلة حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في إطلاق واستخدام شبكات 5G بحسب مؤشر اتصال عالمي The Connectivity Index كما حققت الإمارات المركز الثالث عالمياً في الترتيب العام في المؤشر الذي يقيس مستوى الاتصال في الدول Most Connected Countries من خلال أربعة محاور هي البنية التحتية للتنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال العالمي والاتصال الاجتماعي ويأتي هذا الإنجاز نتيجة رفع جاهزية قطاع الاتصالات لدخول هذه التكنولوجيا الحديثة إلى الدولة بما يسهم في ريادة الدولة عالمياً بحيث تكون دولة الإمارات سباقة في نشر وتشغيل شبكات 5G أعلنت جمهورية مصر العربية عن خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاث في السوق المحلية 25 قرشاً للتر وخفض سعر الطن المزود لاستخدامة الصناعية 250 جنيه وأقرت هذه الأسعار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي ويأتي القرار في ضوء انخفاض سعر برميل برند في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولاراً للبرميل وانخفاض قيمة الدولار عما بالجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسها مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة اتش بي الأمريكية تعتزم تسريح 9000 وظيفة خلال ثلاث سنوات هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017 وسط علامات على تباطئ في قطعي صناعات التحولية والخدمات مع مخاوف الركود الاقتصادي وجاء انخفاض العوائد بعد ارتفاع أسعار السندات الأمريكية لسادس جلسة على التوالي وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين الذي يعكس توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة بمقدار 10.2 نقطة أساس إلى 1.382% بعد هبوطه 7.2 نقطة أنهت شركة سامسونج عملية تصنيع هواتفها الذكية في الصين بسبب زيادة المنافسة مع المصنعين المحليين وجاء قرار سامسونج بعد أشهر من خفضها لإنتاجها في مصنعها في مدينة وينزو الصينية في يونيو الماضي وتخصيص معدات الإنتاج إلى مواقع تصنيع عالمية أخرى بهدف استراتيجية الإنتاج العالمي الذي يرتكز على احتياجات السوق وتقلصت حصة الشركة الكورية في السوق الصيني إلى 1% في الربع الأول من العام الجاري من مستوى 15% في منتصف 2013 ووصفت الشركة قرار الانسحاب من الصين بأنه صعب للغاية ولكنه ضروري من أجل تعزيز كفائتها ولا المشاهدين نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي آخر أخبارنا الاقتصادية أعلنت شركة HP أنها تعتزم خفض آلاف الوظائف على مدار السنوات الثلاثة المقبلة وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية في بيان صادر أنها تعتزم خفض ما يتراوح بين 7000 إلى 9000 وظيفة وذلك من خلال المعاش التطوعي المبكر أو الاستغناء النهائي وتتوقع HP أن تنهي عمليات الخفض الوظيفية المقررة في العام المالي للشركة 2022 وصرح المتحدث بأسم HP أن عمليات الخفض المتوقعة قد تشكل 16% من إجمالي القوى العالمية العاملة لديها والبالغ عددها 55 ألف موظف اشتركوا في القناة